اللي ندر به يقولون ميزانيتكم كوزارة الصحة دون المستوى أحتيها بصراحة يعني هذه رسالتها للسيد السوداني يعني سيد السوداني يحتاج تعزيز ميزانية وزارة الصحة أنا هيك اللي ندر به ما عرف الصليح اللي يقول لي كلامي دقيق يعني قياسا نسبة وتناسب للدول المحيطة بينا إحنا موازنتنا أو تخصصات وزارة الصحة هي الأقل قياسا للكويت وقياسا للأردن وقياسا لإيران وقياسا لتركيا يعني إيش اللي وصدني يعني للإنصاف للإنصاف سادة أنوار يعني إحنا كانت موازنتنا تتراوح بين أربعة إلى أربعة ونوص من ميزانية مجمل ميزانية الدولة العراقية هذه السنة سبعة ونوص من ميزانية الدولة وهذا إنجاز كبير تحسب للحكومة العراقية لكن لا زال طبعا هو الاستندر العالمي 15% من ميزانية الدولة مع المرة تحجيها مع المرة تحجيها بالضبط نعم الاستندر 15% مع تعدد يعني بس موما السبعة ونص هم بعد قليل الدكتور يعني أستاذ أحمد أنت تدري تدري إحنا كلفتنا موضوع يعني الوضع الأمني أمور أخرى كانت هناك تضغط على الحكومة العراقية أكيد اليوم من الوضع الأمني جيد خلوا الصحة في أولويات البرنامج الحكومي لدولة رئيس وزراء وكذلك لسيد وزير الصحة نحن جاهدين نريد أن نقدم خدمات بمستوى يليق بالناس نسعدنا مقابلنا همك ومشاكل اليوم نحن قررت الموازنة ولحد الآن يعني مبالغ تصرف دون المستوى المطلوب صح هذه تحديات كبيرة مو كل واحد يمكن يعرفها طيب دكتور سؤال يوم أمس أو أول أمس لأننا نحن دخلنا يوم السبت يوم الخميس الأخر رئيس مجلس الوزراء لما زار قضاء أبو غريب أعلن عن أنه إنشاء مستشفى جديدة بسعة 100 سرير أول شيء أقولك نحسب عدد السكان الموجودين بالقضاء حدد تقريبا 300 ألف 300 ألف بمئة سرير لا تكفي على الأقل لو مثلا قالي 250 سرير ومستشفى بنتكاملة وإياك كان ممكن معقولة تصير لكن أهمية أن توجد مستشفى جديدة قياس المستشفى القديمة أنا أسميها مستوصف لأن أنا ترى مستشفى بغريب حيل عرف لأن أنا أقدرتي يعني بالفعل محتاجة محتاجة قضاء إلى مستشفى جديد هل مستشفى جديد سيعطى إلى مثلا إلى شركات استثمارية قوية لو هي الدولة رح تنشئ يعني أحنا عدنا 16 مستشفى يعني حديث سيبنى خلال المرحلة القادمة وهذه من القرض الصيني تحديدا نعم ومستشفيات اثنين إضافية أضيفت من قبل دولة رئيس وزراء واحدة بالمحمودية واحدة بأبو غريب مثل ما معروف هذه المناطق الضررت بشكل كبير وحقيقة احنا موضوع الكرخ يعني في مستشفيات أقل من الأعداد بل لم يبنى مستشفى حديث في الكرخ منذ سنوات طويلة هي مستشفى كارضمية مستشفى يربوك نعم الخطة كالآتي أولا احنا عندنا مستشفى الأبو غريب أو أبي غريب القديم وهذا المستشفى يعني متهالك صح لكن دي يقدم خدمات على اللي يقدر على دولتهم صح بضبط الموضوع أول نحن نبدأ ببداية بالمستشفى الحديث اللي ميت سرير إن شاء الله اللي هو قريب على السريع واني زرت المكان قبل فترة وحددناه واتفقنا مع سيد القيم مقام على هذا المكان مكان ستراتيجي إن شاء الله هي مو فقط الميت سرير ممكن نحن نوسعها بالمستقبل النقطة الأخرى نحن عندنا أرض داخل المستشفى القديم مع الأبو غريب هذه الأرض راح نبني بها خمسين سرير نكملها وننقل القديم إلها ونفلش القديم خطتنا ونبدي جديد من لعب